أهلاً لكم تاني مع فقرات بنات شو وفقرات متنوعة ومفاجآت لبنات شو النهاردة معنا ميكاب أرتست وخبير التجميل أستاذة ليلة جبريل من أورونا أهلاً بيكي أهلاً بيكي كل سنوتي طيبة النهاردة اليوم العالمي للمرأة وعملين مفاجآت تخص البنات وتخص العرائص زيكي أستاذة ليلة أهلاً بيكي الحمد لله أستاذة ليلة عايزة أسألك البنت اللي بتنزل تروح الجامعة الصبح أو رايحة شغلها بتحتاج تحط ميكاب كامل ولا الموضوع لا يا دوب يعني حاجات روتوش بسيطة بس علشان تداري لو في عندها مثلاً هالات لو عندها أي عيوب في البشرة يا دوب بس بتحطها وبنحط يا دوب كونسيلر مثلاً تزبط حواجبها لو حواجبها مثلاً فيها فراغات مش مرسومة كويس وكمان مش حنحط جال في حواجب ولا حاجة ممكن باودر بسيط يعني الباودر بتاع الحواجب ممكن كمان نحط البلاشر بس روج يعني حاجات بسيطة كده مش ألوان الروج كمان مهمة صفحة طبعاً مش حايفة نحط طبعاً مثلاً أحمر ولا نبيتي ولا مو في الصبح لا طبعاً ممكن في ألوان النود برضو ممكن كمان نحط ألوان بنكات كده بتبقى يعني إلى حد ما بتبقاش واضحة أو في النهار ومتبقاش فاقة كمان طيب كلمين عن نوع البشرة البنت بتبقى محتاجة تعرف نوع بشرتها قبل ما تحط الميكب ده مهم جداً لأن أحياناً بتبقى البنت مثلاً بشرتها دهنية وتجيب نوع مثلاً كريم أساس يزود الموضوع تلاقيها بعد فترة بتشتكي تقول أنا بحط الميكب وبيقى فيه لمعة في البشرة فكلمين برضو عن نوع البشرة وإزاي البنت تعرف نوع بشرتها وإيه المناسب لها تمامية بتعرف نوع بشرتها طبعاً لو هي مش عارفة خالص أولاً البشرة الدهنية بتبقى دايماً هي بتطلع إفراص دهون كتير هي دي أكتر حاجة بتبقى ظهرة في البشرة الدهنية كمان وطبعاً بيبقى أكتر معيار في الصيف بيبقى أكتر في الصيف في الحار لأن في الشتاء أحياناً كتير ما ما تبقاش عارفة إذا كانت بشرتها دهنية ولا جفة ولا عادية لأنها أحياناً تبقى ممكن دهنية في الصيف تقلب في الشتاء جفة جفة شوية أو عادية آه تمام فإحنا بتعرف لو ده هي دهنية بتبقى فيه لمعين في البشرة كمان من إفراص الدهون السيادة بتبقى فيه مسامات واسعة بتبقى حوالين الأنف لكمان أحياناً بصور السودة بتظهر دي أكتر حاجة للبشرة الدهنية طبعاً ما بتحتاجش ترتيب تماماً لأنها أصلاً مترطبة يعني خلقة ربنا هي مترطبة أصلاً دي البشرة الدهنية وبتعرف كمان أكتر لو هي بالملمس الحتة دي دايماً بتبقى فيها يعني زيود يعني دي الحتة دي المنطقة اللي هي بتاعة منطقة الدقني دي على الجنبين الحتة دي دي بتتعرف إذا كانت هي بشرتها دهنية ولا جفة أو عادية أو مختلط تمام دي البشرة الدهنية البشرة الجفة بتبقى عكس الدهنية تماماً دي بتحتاج على طول ترتيب بتبقى مشدودة لو يعني لو غسلت بس وشها على طول بتلاقي عم محتاجة سور صيفة أو شفة لازم ترتيب تمام بتبقى محتاجة كريمات مرتبة وفي نفس الوقت بتبقى فيها أشور حوالين الأنف هنا بتبقى العكس الدهنية بتبقى شحبة الدهنية بتبقى فيها لمعين دي بتبقى فيها شحوب شوية طبعاً دي بشرة الجفة بتظهر جداً يعني بتبقى باينة أو إن فيها محتاجة على طول ترتيب البشرة بقى المختلطة دي تقريباً يعني الشرق الأوسط أغلبه عنده بشرة مختلطة وكمان وخصوصاً في مصر أغلب البناتف عندها بشرة مختلطة بتبقى المختلطة للمنطقة T-Zone بس هي اللي بتبقى فيها اللي هي المنطقة دي وحيناً بتبقى نازلة غاية هنا دي بتبقى البشرة دي بتبقى فيها أويلي خالص بتبقى دهنية وبقية البشرة من حتة دي بتبقى يئمة جفة يئمة عادية اه بتبقى المنطقة دي جفة او عادية والمنطقة دي هي اللي بتبقى دهنية دي بتحتاج ترتيب طبعا في الشتاء يعني دي لا هي دي ما بتحتاجش ترتيب يعني ممكن بتحتاج بس ترتيب في الحتة اللي هي لو حاسب اللي هي اه لو حاسب هي جفة بس طبعا عند مطقة الانف دي بتبقى دهنية خالص دي بشرة مختلطة البشرة العادية طبعا ما فياش اي مشاكل من المشاكل بتاعت البشرة الدهنية او الجفة او المختلطة وبتبقى دي طبعا الناس بتبقى ندرة جداً لعدوم البشرة العادية هنشوف الميترية كمان معنا ده الميكاب ده سواري ده عروصة ده ميكاب عروصة يسامتل جداً يعني هي حضرتك بني أنت جمالها بس هو يعني بسيط وده كمان ده ميكاب ده إيه ده ده ميكاب سواري سواري أنا كنت عمد على موضل دي عروصة برضو معنا برضو سوار تانية ده برضو عروصة بيبين رسمك العين في عرويس بتيجي تطلب منك ألوان معينة ولا أنت بتوجهيها يعني لا لا فيه طبعا هنا لازم العروس طبعا تحط التطش بتاعها ولازم دايما هي بتختار ألوان يعني في الغالب يعني حدة إن هي تسيب لي مساحة شوية أنا حيانا بقول لها يعني حاول تسيب لي حرية إن أنا أختار لك حسب لون بشرتها حسب لون بشرتها وشكلها عموما بس فإحنا أنا أحب أحاول إيه يعني أرضي أرضيها وفي نفس الوقت أنا أرضيت نفس إن أنا أطلعها يعني طبعا أو أنت تبقى شايفاها فبتبقى يعني صليها جميلة نفس الوقت نردت جميع الأطراف طبعا طبعا وهنا دا قابل وبعد في الحقيقة للصور يعني أنا شايفة إن هي إيه يعني حريك بيانتي جمالها ونفس الوقت شكلها جميل لأن إحنا يعني يعايز أقول لك اللي بنيمزل الصبح نعم بنلاقي مثلا للبنت حتى فول ميكوب وشكلها يعني يعايز أقول لك إنها يعني حسناها عروسة يعني وشريحة الجامعة فهنطلع فاصل ونرجع مع فقرتنا يعني نشوف الميكوب بتاع الصبح أو البنات اللي رايحة للشغل مع ليلة جبريل انتظرونا وارجعنا لكم تاني مع فقرات بنات فوق المتنوعة والمختلفة والنهاردة معانا موضل ليلة هتعمل لنا ميكوب للبنت اللي رايحها الجامعة الصبح أو نزلة الشغل برضو الصبح فاتفضل يا ليلة أول حاجة احنا بنعملها هي الحواجب يدوب زي ما قلت لو في الحواجب فيها أي فراغات سمام بنصرحها الأول طبعا مش هنحتاج جل حواجب ولا حاجة لأنها برضو مش عايزين ميكوب تقيه للصبح لأن احنا بنشوف حاجات غريبة آه طبعا الصبح احنا بنشوف الناس رايحها أفرح الصبح أنا بس عايز أسألك بخصوص الحواجب دلوقتي فيه بنات بتبقى عايزة ترسم الحاجب طب تختار لون أغمأ من حاجبها ولا أفتح لا هو أحسن حاجة أولا أهم حاجة تبقى عن الأسود تماما الأسود الصريح ده طبعا بيخلي الشكل مش حلو خالص فاحنا يا دوب بنرسم الحاجب يعني ممكن تبقى نفس لون الحاجب الأصلي ده أحسن حاجة طبعا يا إما لو حابة ممكن تفتح شوية بس بلاش تغمأ لأن الحاجب بيبقى شكل مش حلو خصوصا لو الناس الحواجبها كمان سودة أصلا فلو غمأنا هيبقى الشكل مش لطيف خالص يعني لازم تبقى يعني طبيعي بقى حلو نفس الدرجة تقريبا تملى بس الفراغات آه تملى الفراغات يا إما لو حابة لو هي حواجبها مثلا بني غمق ممكن تفتحها شوية بني أفتح طب بالنسبة للفونديشن أو كريم الأساس دايما بيبقى فيه فكرة أن البنت متخيلا هي مثلا لونها خمري أو صامرة شوية فتفتح نفسها جامد قوي يعني تجيب مثلا درجات فتحة قوي من كريم الأساس أو الفونديشن كلمين عن المشكلة دي لأن البنت عندها اعتقاد أنها لازم تبايد نفسها جامد لا لا الفونديشن أصلا هو يعني مش معمول أصلا عشان التبييد أو حتى الوحيد يصمر نفسه هو معمول لتوحيد البشرة أصلا فأحسن أحسن حاجة أن أنت تجيبي يعني يبقى لون الفونديشن لون بشريتك بالضبط يئما لو حابة تفتحي بسيط لو راحها مناسبة درجة أفتح وفيه ناس كمان بتحب تغمق كمان بشريتها شوية فممكن تغمق درجة واحدة يعني أنت يئما بشريتك بالضبط لون بشريتك بالضبط يئما أفتح درجة يئما أغمق درجة عايزين نقول كمان أن البشرة الضهنية أو المختلطة وإحنا بنختار فونديشن أو كريم أساس بيبقى مكتوب عليها يعني أن هي ما فيهاش زيوت فمحتاجين نقول الكلام ده برضو علشان البناتها تشتري هي ممكن تبقى مركزة بس أنها تجيب درجة أفتح أو درجة أغمق لكن مش مناسب لنوع بشريتها يعني تمام لا لازم يبقى مناسب طبعا لأنها لو هي بشريتها دهنية واستخدمت حاجة للبشرة الجفة طبعا ما تنفعش خالص لأن لو بشريتها دهنية واستخدمت حاجة للبشرة الجفة هي أصلا المفروض الفونديشن بتاع البشرة الجفة بيبقى فيه آيل عشان ما يبينش بشي قشور في البشرة هو لو هي أصلا بشريتها دهنية بتطلع أصلا إفراز دهن كتير فما ينفعش تستخدمها لأنه حيعمل البشرة يبقى أولي أكتر وعلى العكس تماما برضو البشرة الجفة ما ينفعش تستخدم حاجة للبشرة الدهنية لأنه هي الفونديشن بتاعها بيبقى البشرة الدهنية بيبقى بيجف شوية تماما ومات كده شوية أيوة وكمان بياخد الدهون أو بيسحب الدهون اللي في البشرة أصلا فهي أصلا بشرتها محتاجة أصلا ترتيب فما ينفعش تستخدم خالص حاجة بتاعت بشرة دهنية فلازم أهم حاجة نشوف الفونديشن قبل ما نشتريه بيبقى مكتوب عليه إيه الفونديشن بتاع البشرة الدهنية بيبقى مكتوب عليه أويل فري أو مكتوب فور دراي فور أويل سكين يأم مكتوب عليه مات تمام البشرة الجفة بيبقى مكتوب عليه فور دراي سكين الكونسيلر وإحنا بنحط دلوقتي معنا طيب الكونسيلر برضو هسأل فيه في اتجاهين مفروض يعني إحنا ساعات بنشوف فيه لومة نيون كده الفنت بتبقى طالعة كأنها يعني فيه لومة نيون كده تحت طب ليه بيفتوها قوي كده وبيسألوا كمان في حاجة البنات دايما يعني لسه اللي دخلها الجامعة بقى ولسه مش عارفة طب مثلا لو أنا رايحة مناسبة وهحط فونديشن يعني مش رايحة الجامعة أو الشغل بحط الكونسيلر قبل كريم الأساس ولا بعد كريم الأساس لا الكونسيلر بيتحط بعد كريم الأساس بعد الفونديشن هو بيتحط بعده وبس وبعد مهم حاجة بعد الفونديشن والكونسيلر عشان دي الناس كتير بتسأل فيها لازم نحط باودر عشان يثبت لأنه هو من غير الفاودر دي معلومة جديدة برضو يا ليلة آه يعني لازم نحط باودر بعد الكونسيلر عشان يثبت عشان ما يسحش مثلا في وقت حر في الصيف عشان ما يسحش مننا طيب دلوقتي انتي بتعملي ايه بقى نعمل كونتور بسيط للأنف حتى لو الأنف أصلا رفيع بسهية كمان بيدي سحبة كده للأنف تخليها يعني شكلها كمان أحلى هنحوط كمان هنا نحن النهاردة عاملين مفاجأة لبنات شوف ليلى عاملة خصم خمسين في المية للعرايس اللي هيدخلوا على البيتج بتاعة بنات شوف ممكن أستاذين كنت تطلعوا لي اسم البيتج بنات شوف على الفيسبوك بالعربي وبالإنجليش خصم خمسين في المية للعروستين هنختارهم إن شاء الله ويبقوا معانا اليوم الحد اللي جاي يلا كل واحدة بقيت منشن صاحبتها وجارتها وقربتها العروسة خصم ميكب عروسة خمسين في المية مع ليلى جبريل دي مفاجأة لبنات شوف النهاردة هنا تحطي دقيقة هو الكنتور احنا في الأول حقونا الهاي لايت نحط في الوقت الكنتور بنحاول البيتج الثلاث على هطلعوني اسم البيتج بتاعت البرنامج بنات شوف تمام يلا كله بقى يمنشن عندك عروسة انت نفسك عروسة ادخلي والإعداد إن شاء الله هيتوصل معاك وهنختار عروستين إن شاء الله نعلن عن أساميهم يوم الحد اللي جاي في بنات شوف هنا عملنا إيه لسا بردو بعمل الكنتور لسا التونتور هنحط بودر أنا مش حط لها طبعا فونديشن لإني بردو الفونديشن الصبح لا الفونديشن ما ينفعش يتحط كل يوم يعني يدوب هو يريد عشان البشرة كمان ومسام البشرة يريد يبقى في المناسبات لإني في ناس كتير بتسألني يعني أحط فونديشن كل يوم وأنا راحل جامعة إحنا عايز أقولك إحنا لأسف إحنا بقينا حتى في المصايف بنلاقي الناس على البحر حتى فول ميكب طب ليه يعني إحنا الناس ريح على البحر تبقى بطبيعتها وكده لايه ناس حتى فول ميكب طب ليه يعني ليه الناس بتفامل كده مش عارفة يعني طب قولنا طبع يعني البنت راجعة من الجامعة مفروض إن هي تشيل الميكب عشان بنات كتير بتقولك إيه ده أنا حطيت حاجة بسيطة عادي ممكن أنام بيها أكمل اليوم بيها كلمينا عن أهمية إن إحنا نشيل الميكب ولو هي رجعت اتبنقت نفيش ميكب بموبر في البيت ممكن نعمل إيه بس هو المفروض الميكب بموبر بيتجاب موجود في صيدل بكل صيدلية يعني أي صيدلية تمام إما لو هي مش حتشتريه أو مثلا مش متوفرة عندها ممكن تعملوا بتجيب إزازها في فضل كده وتحط فيها ثلاثة ربع ميت ورد تمام وبقيتها اللي هو بي بي آيل بس وترجوهم يعني يعني ثلاثة ربع ميت ورد وربع بي بي آيل تمام وترجوهم هو بالضبط هيبقى هو زي وزي اللي تبقى في الصيدلية ومش مكلف خالص وحيقعد معك تير طيب يا بنات ليلة قالت لنا معلومة حلوة جدا لو رجعتي ومفيش ميكب بموبر في البيت ولازم طبعا نشيل الميكب لأن ده بيأثر على البشرة وممكن تلاقي يعني كيبقى فيها حساسية لو نمتي بالكحل أو الشادو أو المسرة أو الكلام ده فزي ما ليلة قالت هتجيبي أي زيزة فاضية عندك وتحطي ثلاثة ربعها ميت ورد وتحطي بي بي آيل يعني بتجم الصيدلية الحاجات دي مش مكلفة خالص وبالقطنة بتبتدي برضو مش المسح بقى بالطريقة يعني لأ يعني طبطبك كده بالراحة لأن منطقة العين دي كمان منطقة حساسة فما يفعش نتعامل معاها بشكل يعني عنيف أو جامد دلوقتي بنعمل إيه؟ انا هتطلع الايداينر احنا يا دوب مش هنحط كمان شادو يعني لو حطنا شادو لو هي البنوتة بتبقى عايزة يعني تحط شادو ممكن تحط ألوان كمان نود يعني مينفعش برضو تحط ألوان صريحة شادو صريحة في العين ها الأزرقات وال اه طبعا مش هينفع يعني احنا بنحط شادو لو هي حبة تحط شادو يعني ممكن نحط بنيات ألوان اللي هي لون السكينتون بتاعها أصلا طبعا ناس ان هي ما يبقاش الألوان الصبحة صريحة قوي يعني أو رايحة الشغلة حتى لو هي مش رايحة الجامعة و رايحة الشغلة برضو تبقى حاجة سامتالي نحطي شادو كده دلوقتي نحطي شادو شايتين يا بنات الميكوب سمفل جدا و يعني المهم بس أنا أبرز جمالي بحاجات بسيطة مش لازم أن أنا أغيرت شكلي يعني أنا نازلة صبحة جامعة أو رايحة الشغل مش لازم أن أنا يعني أبحطها ميكوب صوري الصبح يعني لأن أكيد منها بتشوف حاجات الصبحة وهي رايحة جامعة غريبة يعني لا أنا بشوف ناس بيبقوا نازلين الصبحة وحطين رموش اللي هي الآي لاشز اللي هي أطويلة تمان رموش الصبحة آه أنا بشوفتها يعني أكتر من مرة ودوافر بقى وحاجات طويلة آه لا طبعا دوافر دي هذه أهوة حاجة لها بس الرموش الصبح ببقى شاكلها صعب يعني يعني أنا كاميكوب أردس ما بحطش رموش كل شوية يعني هو يدوب مناسبة أو كده بس ماينفعش وخالص من واحد تمام يعني إحنا هنطلع فاصل وهنرجع لكو تاني واستنونا مع مفاجآت بنات شو تاني مع بنات شو وإحنا يعني بنخلص الميكوب مع ليلى أنا هتطلع المصرى دلوقتي هنحوط الميكوب معنا هدير رجعت لنا تاني بعد البقرة بتاعت الزنبا أهو برا عضلتك إيه هدير لا برا عضلتك إيه طيب لا تمام تمام الحمد لله انا بنعمل دلوقتي ميكوب سامبل جدا زي ما انت شايفك جميل جدا اهو انا عايزة أسأل ليلة كمان البنات بيجيبوا يعني هدير دايما قبل مناسبة بيومين مثلا تبقى عندها فرح راح تحت فرح أو كده قبليها بيومين تقولك إيه أنا بشرتي عايزة أعمل المسكات أنا مش عارفة أعمل إيه طب قبليها بشوية يعني ليلة ممكن تنصحي البنات قبل مناسبة بقد إيه وإيه الحاجات اللي ممكن يعملوها حاجات طبيعية ترتيب بس مش قبليها بتاني وربعين ساعة لاني يبقى قبليها بتاني وربعين ساعة تقولك إيه لأ أنا عندي مناسبة أنا مش عارفة تتلالي حباية حاجات كده أهم حاجة بس لو في مشاكل في البشرة يعني حبوب أو حوفر أو بمسامات واسعة لازم لازم يعني ضروري تروح لدكتور الأول دكتور جلدية علشان بس لو في أي مشاكل تتلحق بس قبلها فترة طبعا طبعا وبعد كده مفروض هي قبل المفروض المناسبة على اللي تعمل يعني حتى قبلها باسبوعين ولا حاجة تعمل ماسكات على حسب طبعا نوع بشرته انت خايفة على إيه انت عابت لبسك تعمل يوقايا بصي أنا جايبة للناس ماسك اللي هو في الصيدلية لأن أنا يعني لفت انتباهي خبر خطير جدا ان يعني دكتور طالب من ترضي ان هو يفصل له ماسكات ألف ماسكة أو حاجة كده علشان يبعهم طيب إزاي يعني دي حاجات أساسا مفروض بتبقى معمولة تقنية معينة فأنا عايز أوري للناس بس ده شكل ماسك العادي خالص اللي بتبقى الصيدلية هو بيبقى من النحية دي لونه لبني كده أو أزرق شوية وهنا فاتح المفروض ان هو بيتلبس كده تمام؟ والحطة فيه هنا بيبقى حطة هنا بلاستيك بتتحطي كده بتحاولي تاخد شكل الأنت وبتبقى كده تمام؟ علشان يعني الخبر بجد يعني الناس ايه بتتجرب مثلا بالمرض يعني أنا مش عارفها ده إيه المشكلة بقى لما يحصل الورباجاندة جامدة وخوف وزعر قطباً فتلاقي اللي بيستغلوا الظروف وعايزين يكسبوا من وراها ودي مشكلة إحنا ليه بدل ما نعالج الموقف نبوازه أكتر؟ يعني دكتور سيدالي الفروض ان هو عارف ايه الصحي لينا وايه اللي ممكن يأذينا يطلب من ترزي انه يعمل بقماش كمان اللي هو باقي عنده يعني حتى مش بيجيب قماش جديد يعني يا جماعة اللي موجودة في سيدالية عادي خالص مش الحاجات التانية اللي هي اللي إنا 95 وكلام العادي خالص ده بيستخدم مرة واحدة وبيتلبس بالطريقة دي كده وما ينفعش بقى يعني أنا عايز قولك ان الناس في الأطفال في المدارس بياخدوه ويقوله لأ انت ديني المسك بتاعك وليزم بقى فيه توعية لازم كمان يعني لازم بقى فيه توعية مفيش كده ما ينفعش ان انا اشرب في مكان حد اكل مكان حد هانم مع السلامات شوية بعدين هو اصلا دي وقايا بغض النظر عن اي حاجة بتحصل سلوكيات أطبع المفروض تبقى وقايا نعلمها لولادنا الكيجي كمان ان هما بيتعلمهم من بعض مش بيتعلمهم من الكبار فإحنا لازم نعلمهم إزاي تحافظ على صحتك بغض النظر عن أي مرض موجود دلوقتي لأ إحنا عايزين نحافظ على صحتنا عايزين إزاي لما نيجي نتعامل حاجتنا الشخصية وما ينفعش نديها لحد ولا ناخد من حد حاجته إحنا لازم حاجتك دعتك ودي مش يعني مش دور كمان بس دلوقتي الماتيريال كمان صور ونشوف من سوشال ميديا حاجات ده الرعب ده الرعب بتاع الناس يعني هو كده على فكرة ده كده مضر جدا أنا كاتم نفسي وخايفة إيه أتعدي ولا عادي هو أنا بالوضع ده أنا هموت قبل ما أتعدي أو عادي يعني طمس يعني يعني يعرم حتى الحيوانات حيثي حتى الحيوانات أنا على فكرة الموضوع لأ على فكرة هي حاجة على فكرة مش بيتنقل أعتقد على فكرة هو صفرية أكتر من هذه يعني إحنا بنسخر على الحيوانات يعني إحنا صعبان علينا حيوانات مش شتاعة لا أهو عمري تنقلش الحيوانات أعتقد يعني هم حتى يعني بصي ده يعني هي الوقاية خارب من علاج مش باين مش بالطريقة دي الوقاية عمري ما بتقوم بالطريقة دي أريد أقولك أن يعني المفقود أن إحنا ما نستخدمش الكحول والصابون والحاجات دي كتير لأن إنتي كده بتقتلي البكتيريا النفعة اللي على البشرة يعني بالمعقول كله بالمعقول ده بطي دول دول منين في حد دقائت في حد دقائت في حد دقائت في الطيارة خافه 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 طلعو على فكرة هو أحسن أهو يشعيفين البنية أحسن يا نهرب يا ده يا ده يا ده 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 يعني ده حقيقي كلام ده ده ما أعتقدش منها يعني ده أعتقد دي كوميكت ده حاجات خطر جدا ده ده كوميكت يعني بيقول له شوف شكل الفيروس عامل إزاي يعني لشان لو قابلته وامشي بالشارعات تاني ده أنا بيتتوقفني كمان فيديوز بتبقى نزلة حاجات من يعني في الصين وكده وتلاقيهم على السوشيال ميديا خدوا الفيديو وحطوا عليه يعني يعني عنوان تاني خالص يعني كان فيه فيديو بيتكلم عن إن هما بيزاي بيتدربوا لو إن هما وقفين في إشارة مرور وكمين يعني وواحد جاي وبيكشفوا عليه بيلاقوا عنده الفيروس وهو بيحاول يهرب فإزاي يعني يتعامنوا مع الماضي خدوا الفيديو وقالوا وبصوا بيتعامنوا إزاي مع المرضى ويعني بيقرب السوشيال ميديا آه طبعا لازم يبقى فيه توعية لازم نبقى عارفين إحنا نستخدمها في إيه مش أي كلام نسمعه نصدقه مش أي فيديو نشوفه آه ده 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 الحق وده عندهم مش عارفة لا طبعا يا جماعة كمان يا هدير متفابريكة خالص هي ملعاش أساس من الصحة وهي تفابريكت وتحطت وبتتشير بالألاف والناس بقى تتدول أخبار كاذبة وخاصة الجروب المامز بتاع الواتساب بتاع المدرسة بسمع عليه حاجات كتير يعني فالأخبار دي إزاي طيب وكل واحد يقولك لا ده فيه كذا ده فيه كذا طب ما ناخد الأخبار من المصدر الصحيح علشان ما يبقاش فيه يعني إثارة للرعب وللقلق بين الأمهات نعي وعي ولدنا ونقول لهم لا نغسل إيدينا لو هيبقى معهم كحول في المدرسة مش هنسلم ما نحاولش نشرب مكان حد ما نحاولش ناكل مكان حد وربنا يحفظنا جميعا أمين يا رب أنا بس عايزة يعني إحنا ربنا هيحمينا إن شاء الله بس لازم ابنك لو حتى قاعد في البيت لقدر الله ممكن تجيله إنتي بتطلعي بابا بيطلع ممكن حد يجي من بره يزوركو فخلي فيه وقايا أهم حاجة أن يبقى فيه وقايا إحنا مش عايزين نخاف ونكش ونقدر قاعدين في البيت لا يبقى هتنزل طبعا هناك في الصين نفسهم بينزلوا وبيمرشوا حياتهم بس يعملوا إجراءات وقايا طيب نشوف ليلة الميكب ما شاء الله جميل جدا وشمتن وهادي ورئيئة هو طبعا الميكب تايفا من الصبح سواء رايحها جمع من شغل أنا أفكركم بالمانشن كله يعمل مانشن على البيتج بتاعة بنات شو على الكيسبوك بالعربي بالإنجلش يلا عشان الأسبوع الجاي إن شاء الله هنعلن مين العروستين اللي هياخده 50% ميكب مع ليلة جبريل رئيئة ومشاء الله من الميكب طالع هادي جدا وانت بينت جمالها بنوضح تاني ليكو 50% خصم على ميكب العروسة على ميكب عروسة يعني إن شاء الله يبقى فيه اثنين سعداء قصد معانا وده لبنات شو ينفع مدامات يعملوا خصم 50% أي عروسة جرتك صحبتك لو انت نفسك عروسة فرحك قرب وبتدوري لسه على ميكب معانا ليلة هتعملك إن شاء الله الميكب بخصم 50% وإن شاء الله الإعداد هيتواصل مع الاثنين اللي هنختارهم وهنعلن عنهم إن شاء الله يوم الحد اللي جاي يلا يا بنات من هنا لغاية الأسبوع الجاي تواصلوا على الصفحة وابعتوا كتير وإن شاء الله فيه اثنين سعداء حظ يكتبوا معانا في الفقرة بتاعة الميكب أنا بشكرك يا هدير النهاردة بقولك ورساني طيبة بشكرك يا ليلة وبشكر الموضة اللي كانت معانا منا مرس تي وإن شاء الله انتظرونا بكرة بقرات جديدة وبنات شو وفاجآت جديدة تصبح على الفقير ترجمة نانسي قنقر